موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين الكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة الأخبار من فضائية النصر 24 والتي نستهلها بالعناوين مرحبا بكم وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينة برسيل لنغو تستقبل بمكتبها رئيس قسم التعاون الدولي والسكرتير الثاني للشؤون السياسية بالسفارة الكندية بجمهورية تشاد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو يستقبل بالقصر الجمهوري عددا من السفراء الذين تبع ترشحهم للعمل بسفارات السودان بالخارج نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يلتقي نظره الأمريكي لويت أوستون ويستعرض معنا الشراكة السعودية الأمريكية كانت هذه العنوين وإلى تفاصيل النشرة مرحبا بكم قدمت المنصقة النائبة بالسلطة الإعلام السماعي والبصري حوى محمد أمين الأبقاري حديثا صحفيا حول أعمال المنتدى الإقليمي الذي سيعقد في الفترة من السابع حتى التاسع من يونيو القادم بهدف رفع مستوى الوعي وبناء قدرات مسؤولي الهيئات التنظيمية والاتصالات نتابع ما جاء في حديثها نظم تشاد في الفترة من السابع حتى التاسع من يونيو منتدى إقليمي لرفع مستوى الوعي وبناء قدرات مسؤولي الهيئات التنظيمية والاتصالات على منع نشوب الصراعات المتعلقة بخطابات الكراهية ومكافهة هذه الظاهرة في وسط إفريقيا وخاصة في وسائل الإعلام الإلكترونية وأكد الشبكات الاتماعية والوسائل التقليدية وهذا المنتدى يشمل دول المجموعة الاقتصادية لدعم وسط إفريقيا في فترة قصيرة وستكون المشاركة من دولة أنجولا بروندي الكاميرون كونغو برازافيل والقابون غينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى رواندا ساوتومي وشاد أدركت لجنة المجموعة الاقتصادية ومكتب الأمم المتحدة لوسط إفريقيا التي تدعم هذه المتديات أن خطاب الكراهية يشكل خطر حقيقي في التعايش معا لأتل السلام والأمن في المجتمعات الوطنية لدينا لا سيما انتشارها في الإنترنت ومصادر التحريض على الكراهية هي واحدة من أخطر التحديات التي تواجه وسائل الإعلام لدينا اليوم كما أن الصحافة لا تحيد عن دورها في التتابع لجلب السلام والوهد الوطنية والتكامل ويمتنع عن استخدام الضار لشبكات الاتماعية استقبلت وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينة برسيل لانجو بمكتبها رئيس قسم التعاون الدولي والسكرتير الثاني للشؤون السياسية بالسفارة الكندية بجمهورية تشاد السيد رضا الكبير الذي جاء إلى البلاد في زيارة عمل وتبحث الطرفان في العديد من الملفات المتعلقة بالشراكة القائمة بين السفارة والوزارة في كافة المجالات والعصعدة لا سيما المتعلقة بالمرأة ومساهمة السفارة الكندية في دعم الفترة الانتقالية أول مساعدة جد من ثلاثة مليون دولار والدولي افاو بشان تسايد الأوين عندهم مزارة في كرانم وفي لاك وتانيا عندنا كمان مساعدة ورا جد اتنين مليون دولار في جد من المنظمة الأونيش ببنيت هنا وشوفوا كيف شنو البرنامج التانية ان الكندية تقدر تشتغل من الوزارة المرأة أطلق عمدة بلدية أم جمينة ألي هارون أعمال سيانة وترميم بعض الطرقات العامة ومجاري المياه استعدادا لفصل الخريف والحفاظ على الطرقات العامة وسلامتها وفك العزلة ببعض الأحياء بالعاصمة وجاءت الانطلاق بشارع الدمرى بحي قجي بالدائرة الثانية نظرا لصعوبة استخدامه في فصل الخريف وستشمل أعمال النظافة والترميم كل دوائر العاصمة أم جمينة حيث خصصت البلدية ترميم وردم عشرة كيلو متر لكل دائرة دمرو دا شارعي انتو كلوا تعرفوا والشارع دا نكسر وتلف إشان دا المسؤولين هنالبلد منهم الرئيس ماما إدريس ديبي إتنو هو أنتان الامر أنت الامر للهكومة قال الشارع دا حالي يسبو له فوقه زلط إشان دا حسا الترتبات الادميستراتيف ماشي والوقي الضيغ الخريف كله قرب إشان دا قلنا لي ناس الهلد دا ناس القادين بشول الشارع دا لإشان بروخوا فوقها بمشوا فوقها باوتايرم دا يكون أمل رمزي لإشان الشارع دا الناس يروخوا فوقها كدر لنمرق الخريف الحكومة تعرفة السوبات حنا البلديات كان حنا الميريس عن طرال حنا الميري حنا الرسمو إشان دا الحكومة قالت خلي الشوارع مشي السنة الفات سوينيرا السنة كله نصوري بروفيله حنا الشوارع أشار كيلومتر أشار كيلومتر في كل ما أرنصمه في الشان السوداني استقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري عددا من الصفراء الذين تم ترشحهم للعمل بسفارة السودان بالخارج وقال السفير عادل يوسف باننغا المرشح لتولي رعاة تابعثة السودان بإرلندا إنابة على الصفراء في تصريح صحفي أنهم استمعوا خلال اللقاء إلى النصائح وإرشادات نائب رئيس مجلس السيادة التي حثهم خلالها على مضاعفة الجهود لخدمة مصالح السودان الاقتصادية والسياسية والأمنية وأكد عزم السفراء على تعزيز وتطوير علاقات السودان الخارجية والعمل على تحقيق مصالحه وعكس إمكانياته الاقتصادية والتعريف بموارده الكبيرة وفرص الاستثمار الواعدة فيه إلى جانب العمل على تطوير العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية وقدم السفير عادل يوسف الشكر لنائب رئيس مجلس السيادة على اهتمامه بالعمل الخارجي ودعمه المستمر لقضايا وزارة الخارجية نحن مجموعة من السفراء الذين تم ترشيحهم العمل في عدد من سفرات السودان بالخارج وقد استمعنا إلى نصحي ونصائحي وإرشادي وقد ساعدنا جدا باهتمامه بشأن الوزارة الخارجية واهتمامه بالسفارات ونحن نعاهد مجلس السيادة ونعاهد الشعب السوداني أننا سنبذل قطار جهدنا لتطوير علاقات السودان الثنائية والإقليمية والمتعدد الأطراف لما فيه خير بلادنا وما فيه خير السودان والمواطن السوداني اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس يحيى على مجمل مشاريع وخطط ولاية شمال كردفان وأكد سيادته لدى لقائه بالخصر الجمهوري ولشمال كردفان المكلف الأستاذ فضل الله محمد علي التوم دعمه لمشروعات الخدمات الأساسية بالولاية لا سيما خدمات مياه الشرب وإمدادات الطاقة الكهربائية والاحتياجات الصحية إلى جانب المساهمة في تمتين النسيج الاجتماعي بين مكونات الولاية ومن جانبه أشاد والي ولاية شمال كردفان المكلف في تصريح صحفي بمواقف عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس الداعم لقضاء الولاية مشيرا إلى الدور الذي تطلع به الجبهة الثورية عبر وجودها الفاعل بالولاية وخبرتها في تمتين النسيج الاجتماعي وترسيق التعايش السلم لافتا إلى أنها حققت بالتعاون مع حكومة الولاية العديد من الإنجازات في هذا الصدد وقال أن دكتور الهادي قدم إسهامات مقدرة في دعم خدمات المياه والصحة بالولاية إلى جانب جهوده في تطوير مدينة الأبيض التي قال أنها أصبحت مركزا تجاريا وخدميا لولايات غرب السودان وأوضح الأستاذ فضل الله محمد علي التوم أن اللقاء استعرض موضوع امداد الولاية بالطاقة الشمسية وقضية الطريق القومي وما يتطلبه من صيادة موضحا أن عضو مجلس السيادة أبدأ استعداده لتقديم الدعم اللازم لصيانة الطريق والذي يعد طريقا حيويا تستفيد منه جميع الولايات الغربية أتفاكر في كثير من الأشياء وابتكر الجبهة السورية في شمال كوردوفان لها دور فاعل ولها نشاط ولها تحرك ولها إسهامات في رتق النسيج المجتمعي في الولاية ونعندهم خبر في الشاندة الحمد لله اشتغلوا معنا شغول كويس وشغول واضح وولاية الشمال كوردوفان أنا أفتكر في الوقت الحالي هي ولاية وسطية ولا يمكن أن يكون أصبحت مركز لكل ولاية الغرب ولاية دارفور ولاية غرب كوردوفان وجنوب كوردوفان وتوسعت أصبحت مركز تياري أصبحت مركز علاجي وأصبح من الضرورة رعاية المدينة عشان أصبحت وعاء لكل هن في الغرب وعشان كده نحن في تواصل مع كل أخواننا الغايمين بالأمر عشان نقدر نطوير المدينة دي ونجعلها وعاء جامع تنفع كل الناس وليأخواننا في الجبهة السورية برضو جسامات أخوانا الهادي الجسامات معانا في مجال الموي في جمال الصحة والآن نحن جمع لهم مشروع طاعة شمسية لمصادرنا الجموية الحمد لله يعني خطرنا فيه وقت وقت كويسة ونحن نتواصل معاهم لتطوير الولاية ولتطوير المدينة والتعاون لرفعة السودان كله إن شاء الله وإن شاء الله ستكون عنده معانا جارات وله إسهامات برضو في الطريق الغومي فيه بعض الكسور إن شاء الله لأنه أصبح طريق حيوي ويغزي كل الولايات الغربية فبيحتاج إلى سيانات عشان كده برضو جينات فاخرنا معاهم في المسألة دي وأبدالينا تجاوب كبير جدا وإن شاء الله يعني هنتواصل مع كل أخواننا في المجلس السيادي للاهتمام بالولاية اللي أصبحت يعني مهمة جدا لكل ولاياتني في الغرب ومحتاجة أن الخدمات فيها تتوسع لتستوعب كل الأخواننا في الولايات الغربية وفيها طبعا فيها برضو فحص للقورونا ودي برضو من الأشياء الموجودة في كل الولايات لشان كده يعني برضو زي ما قلنا تحتاج أن الناس يوسعوا الخدمات فيها في الشان العالمي أعلن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي أنه التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين واستعرضا معا الشراكة السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين كما أضاف أنه عقد جلسة مباحسات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات ضمن اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع وقال بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارع عقليميا ودوليا وعددا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستغرار المنطقة والعالم والدفاع عن مصالحنا المشتركة فعلت القوات الإسرائيلية الدفاعة الساروقية بعد خطأ في التعرف على هدفا جويا في الجليل العالى شمالا بالقرب من الحدود مع لبنان وقال الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية أطلقت صواريق اعتراض على طائرة بدون طيار بالخطأ فيما تبين لاحقا أنها إسرائيلية ما دفعهم لتفجير الصواريق في الجو دون إسقاطها وشدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على عدم قرق أي قطعة جوية وصفها بالمعادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وأدى ذلك أيضا إلى إطلاق صافرات الإنزار في أجزاء من شمالي إسرائيل وقال الجيش بسبب خطأ في تحديد هدف أطلق جنود الدفاع الجوي صواريق اعتراضية ونتيجة لذلك تم تفعيل هالة التأهب ويشار إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب بين إسرائيل وماليشيا حزب الله اللبنانية منذ العام 2006 إلى هنا تكاملت نشرة الأخبار من فضائية النصر 24 التي أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينا برسيل لنغو تستقبل بمكتبها رئيس قسم التعاون الدولي والسكرتير الثاني للشؤون السياسية بالسفارة الكندية بجمهورية تشاد نائب رئيس مجلس السيدة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو يستقبل بالقصر الجمهوري عددا من السفراء الذين تبع ترشوحهم للعمل بسفارات السودان بالخارج نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يلتقي نظره الأمريكي لويت أوستون ويستعرض معنا الشراكة السعودية الأمريكية شكرا على حسن المتابعة تقبلوا تحايا الفريق العامل وفي أمان الله اشتركوا في القناة